بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء احنا دايما بنخصص يوم الحد عشان نتكلم عنه نتكلم فيه عن كل ما يدور في بيوتنا وبنتكلم عنه بكل حماس وبكل ارادة ان احنا نرجع البيوت الى التوافق ومن التوافق الى السعادة اه صحيح احنا عندنا امور كتيرة محتاجة نتكلم عنها والحياة دي محتاجة يكون واضحين وصدقين في التعامل معها وإلا هيكون الامر وخيم في حالات كده بسيطة الناس بتتخيل ان هي ما توصلناش لكل اللي احنا فيه دلوقتي من ارتفاع نسب الطلاق زي مثلا ايه الناس في حالة عندهم كده بنعرفها لما يكوننا الازواج في جلسات الارشاد الزواج ايه الحالة دي لما بيحصل بينهم خلافه في كل التفاصيل يحصل حالة بينهم كده من الاشتعال المفاجئ والعلاقة دي بتبقى متوترة على اهول الاسباب وفي بعض الاوقات بيتوتروا بسبب انا بسميه اللا شيء الملهب حاجة تفهى وما فيش اي حاجة خالص ولا في حاجة تستدعي كل هذا التوتر وكل هذه العصبية وكل هذا العنف في بعض الاحيين فلما حد ييجي يسألني هو فيه ايه اقوله انه التراكم يا سادة التراكم التراكم ده بيكون عند حديث الزواج ازاي يكون ممكن يكون عند حديث الزواج ممكن يكون عند حديث الزواج بس الناس ربطين التراكم بشكل صحيح بسنوات الجواز انه هو ما ينفعش عند حديث الزواج لانه هو ممكن يكون عند حديث الزواج لانه تراكم في حياتهم في تاريخ حياتهم وبيكون ساعتها ده ان التراكم ده حصل لهم من تجارب مع ابوهم تجارب مع جزختهم تجارب مع كمان ناس تانين شافوا ازاي يتعاملوا مع زوجاتهم فخايفين من العنف من الازواج او خايفين كمان من ان الازواج يتصرفوا بطريقة مش مناسبة الكلام التراكم ده كمان مش صناعة نسائية ولا صراع حريمي كمان التراكم ممكن يكون عند الرجال وعشان كده الناس بتبتدي تقف لبعض على الوحدة ولما نسأل ليه الناس بتقف لبعض على الوحدة مش هيكون فيه جواب غير التراكم التراكم ده يا سادة ممكن يحصل ولو بعد سنة اولا جواز وإن اللي يحصل تجد ان الناس بيسكتوا ومش عايزين يتكلموا بس جواهم واجع وما بيحلوش المسألة ليه لان بعضهم بيقول ما خلاص مشاكل تعقدت وما لهاش حل وصلنا الى اللا حل وممكن تحصل المشكلات بسبب ان الزوجين مدوش لنفسهم فرصة انهم يفهموا بعض فيحصل هذا التراكم بدري بدري التراكم ده يا سادة بيبين ان الناس في بعض الاحيين عندهم هشاشة نفسية او عندهم قلة صمود نفسي ليه لان زي الناس يسيبوا التراكم ده يحصل مع حديث الزواج بيكون ده هو ما عندوش استعداد وما عندوش صمود نفسي يسمح له ان هو يصمد امام الاحداث اللي بتمر عليه ويبقى كده لازم نعرف ان التراكم يا سادة مايجيش حد يقول ان التراكم ده ابتدي بدري ليه جوننا في الجلسات الارشاد الزواجي يقول لي انا مش عارف هي بتقول له انا نفس اتمالت نفس اتمالت ايه احنا انا بقى انها تلات تشهر اربعة تشهر مش معنا كده ان انا بقول ان الناس يبقى لهم مبرر ان هم يتدعوا التراكم بعد تلات تشهر اربعة تشهر لكن التراكم ده مش بيبقى التراكم بس في فترة الزواج بيبقى تراكم كمان في الحياة ودي معلومة مهمة جداً عشان الأزواج والزوجات ما يستغربوش اللي بيحصل يبقى لازم نعرف إن مفهوم التراكم والتراكمات ممكن يكون مرتبط بالزمن وممكن ما يكونش مرتبط بالزمن مرتبط بخبرات سابقة ما لهاش أي دعوة بالشخص اللينا بيشاركني الحياة دلوقتي لكن فيها إسقطات على الزوج وبيدفع الزوج ساعتها فواتير الأب والأخ وزوج الأخت وتدفع الزوجة فواتير الأم والأخت وتدفع كل الفواتير ده لأن في الحقيقة ساعتها الخبرات دي بتنشئ جبل من المخاوف تخلي الناس يقفوا البعض على الوحد فلما الزوج عمل نفس الشيء اللي عملوا في الخبرة اللي حصل في الخبرة السابقة ابتدى يدفع الفاتورة وهي عملت له رد الفعل اللي هي كانت بمفروض تعمله في الخبرة السابقة زواء مع والدها أو مع أخوها وهو نفس الحكاية بعض الأزواج بيدعانوا من التراكمات بشكل واضح بدري بدري وإحنا قلنا أن ده بيكون دليل على ضعف الصلابة النفسية ونلاقي في بعض الأحيين أن الصلابة النفسية نلاقي إنسان شيء معوق للعلاقة الزوجية أن الناس مش قادرين بأي شكل من الأشكال يتجاوزوا ولو الكلمة ولو النظر وساعتها لازم نراعي حاجات مهمة جداً جداً نراعي الكلام اللي احنا بنقوله لأنه ساعتها ببرتمد بخبرات سابقة أنا عايز أقوله هنا إيه؟ حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن احنا ما نتركش التراكمات دي في حياتنا الزوجية وما يجيش الواحد يقول أنا يعني أخلص من التراكمات بإيه؟ ولكن قالت صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدق وعلمنا صلى الله عليه وسلم أن بدل الكلمة الطيبة صدقة فيوقع فيها أن الحسنات يذهبن السيئات فإزاي الواحد ممكن يتخلص من التراكمات ده عن طريق الكلمة وفي نفس الوقت ممكن التراكمات دي تحصل بكلمة وعشان كده ما نستهونش بأثر الكلمة وهنا نفهم حديث الرسول الله عليه وسلم أن الرجل لا يتكلم بالكلمة من صخة الله لا يلقيها بالا ولذلك كتير من الرجال وكتير من السيدات يستهونوا بالكلمة تقوله يعني أنت كده هي أو بتكلمه يعني هو فيه رجل يعمل كده وسكتت فيفضل الكلمة دي متذكرة وهي يجي يقول لها أنت فاكر أن نفسك ست ويفضل الكلمة دي موجودة ويجي بعد كده مرة تانية يقول لها أنت لو سمحت يتم بنفسك وخليكي واحدة ست فالكلمة دي مع الكلمة دي بقى تراكمه هو في نفس الوقت لما تيجي تقول له أنت لو كنت راجل ما كنت سبت والدتك تتعامل معا بالطريقة دي فيتراكم ده نحط خط ناظم ما بين الكلمتين دولة وبيعمل الأزواق كده النفس الأمارة بالسوق بتعمل ايه تجمع كل الكلام السلب اللي قاله شريكي الحياة وتجمعه وفي الآخر خالص ده بيكرهني ده عايز يكسرني ده عايز يأزيني أنت عمرك ما قلت لي كلمة حلوة أنت أكتول عمرك بتأزيني بالكلام وعشان كده لازم كل واحد فينا يخلي باله من الكلام ويخلي باله من التصرفات ولازم نعرف أن ممكن حد يتأثر بكلام سلبي وحد تاني ما يتأثرش بنفس التأثر ده مش معنا كده أن الكلام مش كلام سلبي ولازم نسأل ليه البنت بتعجب بالشخص اللي بيهتم بالتفاصيل المكرمة لها زي إيه؟ زي مثلا نفتح لها الباب أنا ساعتها نفهم أن هي الاهتمام ده عالج ترومة وعالج حاجة كانت عندها ويبقى السبب مش هو فتح الباب ولكن الاهتمام بيها زي مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي مكان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان قادر يجيب أي شيء تطلع عليه السيدة صفية وتركب الناقة لكن أرد رسول الله أنه يعمل لها شيء يجعلها تحس بخزين وذخيرة من المحبة فوضع فخزه صلى الله عليه وسلم فخده الشريفة فصعدت عليها السيدة صفية طب إيه المقصود بده؟ أني خلي بالك أن الأشياء البسيطة اللي أنت ممكن تعملها ممكن تزيل تراكمات لأنها بتنتظر كثير من الأحيين نيجي لما نيجي نحلل المشكلة الزواجية عندنا نلاقي الزوجة كانت منتظرة السلوك غير الإيجابي فلما بيعمل لها السلوك الإيجابي زي بما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فعل ده إيه اللي حاصل؟ تتغير رؤيتها جدا جدا لمسألة العلاقة الزوجية عارف؟ لو أن الرؤي الزوج أراد أنه يعمل ذكريات حسنة عند زوجته هو بيزود منعها تجاه التراكمات الزكريات الحسنة وكمان العلامات الفريقة في قلب شريك الحياة بتزود صموده الزواجي أنا عندي مصطلح كده بحبه اسمه الصمود الزواجي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تسأله السيدة عائشة حضرة النبي يقول له مثل حبك يا عائشة كمثل العقدة مثل حبك في قلبي يا عائشة كمثل العقدة فكل شوية الساعة عائشة تسأل تقول له يا رسول الله كيف حال العقدة؟ يقول له كما هي يبقى لازم نبعث رسائل طمأنة طول الوقت عشان رسائل الطمأنة دي تزود لدى شريك الحياة الصمود النفسي فيقاوم كل أشكال التراكمات التراكمات دي عاملة زي إيه؟ التراكمات دي عاملة زي الأتربة اللي بتنزب من خلال التعامل فالأتربة دي ممكن تتحول إلى جبال بمورن الأيام لو الإنسان دايما بيخلي المكان دوت غير صارح للأتربة بيخليه مكان جديد وقلب شريك حياتك ممكن يبقى قلب جديد كل ما انت بتعمل ذكريات حسنة عنده وهذه الصلابة تمنع كل الأتربة تمنع كل القذورات اللي هي تكون موجودة لإن التراكمات لا تجمع إلا الأشياء السلبية ما شفناش تراكمات ما بين الزوجين بيجمعوا لبعض الأشياء الإيجابية كل التراكمات بتكون ما بين الزوجين في الأشياء السلبية عند الجالة مسألة إن زوجته تعمل له مثلا شاي فهي لما ترفض 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 أو إن هي ما تكونش فاضية أو إنها ترفض ده إيه اللي حاصل؟ بعض الناس متصورين إن المسألة مسألة الشاي لا ومسألة إن هو عايز يتراكم عنده إن هي بتكون سعيدة إن هو يعتدل مزاجه فلما ده ما بيجعل تعملش هو ييجي عندنا في جلسات الإرشاد الزواجي يقول والله يا ما بتهتمش بيه بطلت تحبني فقال إنجي نسأله ليه بطلت تحبك يقول لي عشان ما بتعمل ليش شاي أو ما بتهتمش بإن هي تكون الهدومي أو هي ما بتهتمش بكل الحياة اللي بيحبها ما بتسأل ليش ما بتعمل ليش ما بتجدد ليش فيه الحياة الزوجية اللي بينا فتي تقول له معقولة أنت عامل ده كله عشان كن باية شاي أو عشان أنا ما بعمل لكش الأكل اللي أنت بتحبه أو إن أنا ما بسألش عليك في الشغل هي لقى قضية عنده مش كده إن الحياة دي كلها بتبقى رمزية هل إحنا في الكلام اللي إحنا بنقوله ده دلوقتي إحنا بنبرى للأزواج إن هما يحصل لهم تراكم لا أه إحنا بنفسر للأزواج التراكم بيجي إزاي التراكم عامل بالزبط زي الإنسان إن ما يعرفش إمتى الشيء اللي بيستعمله ممكن يفسد فالتراكم إنت مش عارف إمتى التراكم ده هيوصل للفلوف هيوصل للامتلاء أسوأ حاجة اسمها في التراكم الوصول للمتلاء الزواجي وعشان كده إحنا محتاجين نكرس فكرة إن فكرة إن الدية المنتشرة في الزواج هي من أهم مصادر التراكم الكلمة بالكلمة والكسرة بالكسرة والديق بالديق فيحصل التراكم بشكل واضح جدا ولازم نعرف إن مفهوم الأسرة دلوقتي فيه عناصر كتيرة بتخليه جاهز للتراكم يعني كأن الزوجين بيدخلوا الزواج جاهزين للتراكم إزاي؟ لما ييجي الجواز عندنا يتحول الجواز إلى بيزنس يعني إيه بيزنس؟ إن كل واحد متوقع في الجواز ربح بشكل معين فإذا ما حصلش في الربح يبتدي يحسب خسارة على خسارة تسبب فيها شريك حياته لأن الجواز خلاص بيزنس بيزنس يعني إيه؟ أنا عايز ربح وما أخسرش ومعنى كده إيه؟ إن كل موقف يقع من شريك حياتي أنا أعتبره خسارة والخسارة دي بتخصم من قلبي وبتتراكم عندي لغاية ما أعلن التفليس الزواجي اللي هو فكرة الامتلاء ساعات كمان فيه خطر داني والخطر التاني موجود كتير جدا جدا في مسألة الجواز الخطر التاني اللي موجود في مسألة الجواز إن الجواز يبقى سراع كل واحد عايز يسبت ذاته يسبت ذاته ليه؟ من كم التراكمات اللي موجودة عند الناس عند الرجل وعند المرأة في إزاي كل واحد فيهم بيفسل العلاقة فيبقى الجواز سراع فكل ما حد ييجي يتعامل مع شريك حياته هو شايف إنه بيصرعوا وبيكسروا فتفضل التراكمات تتجمع كمان لكن لازم نعرف إنه إحنا في الجواز من أهم الحاجات اللي بتساعد على عدم التراكمات مسألة النضوط إنه إحنا نعرف إن الجواز بيمر بمراحل المراحل بيمر بمرحلة إيه؟ مرحلة زي بعد ما منعد بالصراع أول مراحل إن الناس تتعافى من كل هذه التراكمات إن هي تبدأ تطبع على بعض تطبع على بعض إيه؟ كل واحد يعرف منزلت التاني وأهمية التاني في حياته فبعد ما يطبع على بعض يحصل لهم تكيف خلاص متكيفين على صفات الآخر كل واحد متكيف على صفات الآخر وكأننا بنعيش مع حديث رسول الله عليه وسلم رأي فرقوا مؤمنوا مؤمنة إذا كره منها خلق الراضية منها لآخر ساعد ما بنقدر نتكيف بعد كده بنبتدي بالمرحلة اللي بتوصلنا للتراضي وهي مرحلة النضوط يعني إيه مرحلة النضوط؟ إنه إحنا نرجع مرة تانية نزيل التراكمات ونعطي الأخطاء أو نعطي الأشياء حجمها وبعد كده بيحصل للإنجاز إن إحنا بعد كده الجواز بتاعنا يبقى جواز سعيد ونقدر نحقق في مقاصدنا من الجواز يبقى الوقوف على الوحدة ده تعبير عن خلل في قيمة الأسرة والجواز صحيح اسمه نصيب يعني كل واحد فينا قادر يمتلك حب وقلب التاني وهنا نتذكر حديث رسول الله عليه وسلم إن كان صلى الله عليه وسلم يتكلم على أن أفضل درام ترام تنفقه على أهلك إذن ليه؟ إيه أفضل درام تنفقه على أهلك؟ لأن أهلك هم أكتر الناس تأثرا بتصرفاتك الحسن نيجي بقى نعمل إيه بقى عشان نتخلص من مسألة ماذا؟ نسألت أني الأشياء التي بتتسبب عندنا بطريقة سلبية في التراكمات أول حاجة حط نفسك مكان شريكي الحياة وتفاهم وجهة نظر وإيش بحديث رسول الله سلم لا يؤمنوا أحدكم حتى يحب لي أخي ما يحبه لنفسي تاني حاجة تغاضى تغاضى يعني إيه؟ مش ممكن نكون بنقف لبعض على واحدة لازم نتغاضى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عندكم من طعام قالوا له قال إني صائم ولازم نتوقف عن الأحكام المتبادلة وكمان لازم نتخلص ونقول لا للشعور الجارف يعني إيه؟ ما نقيمش الأفكار ونقيم التصرفات تقييم مبالغ فيه وكمان لازم نحافظ على الحوار كأداء أساسية لاختخلص من التراكمات كل يوم وكمان لازم كل واحد فينا ما يجزمش بأن شخصه بيتبنى قيمة بتحاول تهد البيت لكن كل واحد فينا يتبنى أن شريك حياته عايز يضيف إلى البيت فإذا كان كل واحد عايز يضيف فينا هيبقى الخلاف اللي بيننا ده تنوع نصحتي إذا أردنا أن نتخلص من التراكمات ما تبعدوش عن بعض كل يوم حاوروا بعض كمان اخرجوا مع بعض اخرجوا مع بعض ومش لازم تخرجوا على دعوة للعشاء اخرجوا مع بعض كمان كل واحد فيكم لازم يمتن للآخر يمتن له لأنه بالفعل قيمة إضافية في حياته إذا عملنا الحيات دي إحنا نقدر نتخلص من التراكمات وهو على حد فيكم يقول خلاص التراكم وصل للنهاية لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن البيت يعيش بالمدد ولذلك لا يحقرن أحدنا من المعروف شيئا لربما كلمة طيبة تخلصنا بها من كل تراكم ولربما هذه الكلمة الطيبة أو التصرف الطيب هذا ما كان ينتظره شريك الحياة ليتخلص من كل التراكمات يا رب أعننا وكون عولا لنا واجعلنا دائما يا مولانا في رضاك وفي مددك لكي نتخلص من كل التراكمات حتى تكون قلوبنا قد خليناها لننتظر منك التحلية فتتحلى بالرضا وتتحلى بالتوافق حتى نكون ممن يسعدون بنعمة الزواج يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين ألهمنا رشدنا واجعلنا يا ربنا من الطيبين المطيبين بعد الفاصل نلتقى بحضراتكم عشان نجيب على أسئلتكم المباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم وعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحت بنامج ولا تعسره اللي هي بدنا تلقى عليها أسئلتكم المباركة وبتفضل جسر من نور يربطنا بمجالس الذكر ومجالس العلم اللي هي بتفتح لنا باب لنكون مع الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين معانا الأستاذ عادل من المنوفية أستاذ عادل معانا الأستاذ عادل طيب ما عليش أستاذ عادل حاول تكلمنا تاني معانا الأستاذ محمد من القاهرة من القاهرة محمد اتفاضل يا أستاذ محمد بخير الحمد لله الله يخليك أنا مراتي كشفت عليها كل حتة كشفت عليها كل حتة كشفت عليها كل حاجة ومتنمش خالص ما بتنامش ما بتنامش طيب فأنت بتسأل بتسأل إيه سبب اللي هي ما بتنامش آه ما بتنامش خالص هي معلأ كده المنظام ده من فتة كتعة طيب معروف ان في بعض اضطرابات النفسية بيكون مصاحبة يعني مع الاكتئاب الشديد مع الأمور الكتيرة دي بيكون عندها مصاحبة بالاضطراب النوم فيكون هي ما بتنامش ده ليس معناه ان هي عندها زي ما بيقول الناس في جن ولا عفريت ولا اي حاجة هي محتاجة بس ان النوم ده لازم نعرف السبب اللي هو عندها ده وده محتاجة ان اخصاء يشوفها ويقعد معاها ويكلمها وقد تحتاج الى بعض الأدوية ولكن هي ليس عندها شيء اضطراب النوم ده مزهر من مظاهر معروفة لاضطرابات النفسية فاضطراب النوم ده محتاج بس طب نعمل ايه لغاية ما نروح للدكتور حسنا لازم نروح للدكتور اضطراب النوم ده واتنعمل ايه الامور بسيطة خالص اول حاجة ان الواحد فينا يكون لي ورد وذك يذكر به الله سبحانه وتعالى وخاصة قبل النوم ويعمله قبل النوم مباشرة يعني لما يروح ينام يعمل ده يذكر الله سبحانه وتعالى نعم معنا الاستاذ فتح من المحلة ايها مولانا ايها وسلم السلام عليكم عليكم السلام عليكم حكاته انا هتكلم مع حضرتك باني من اهم الاشياء اللي الرجال المنطلقة قد بالها منها هو ان التكلم عن امرأة اخرى مع زوجته او يقول ان انا شفت كذا او كده او كده دي حاجة مرعبة جدا جدا لمشاعر المرأة فمن هذا المنطلق سؤالي بالتحديد وما اوتيته من العلم الا قليلة وخبار حضرتك الاية اللي في صورة النساء بتقول وان خفتم قال لا تقصطوا في اليدامة فانكحوا انا مخرجتش عن الموضوع فانكحوا هذا الفاء فاء التعقيد دي بقى اذا النكاح هنا اللي بيتجوز بنتي عنده خمسين عندها مثلا ستتاشر سنة وعشرين سنة وبيحل لنفسك الجواز ده مع ان ربنا قال فانكحوا اذا عدم القسط في التعامل مع اليتامة وقال فعلشان نتعامل مع اليتامة فانكحوا اذا النكاح هنا لو عايزين ننكح ننكح ام اليتامة حتى يكون لنا حل في الجلوس معاه فالناس جتستغل الكلام عن الزواج ان اختار واحدة صغيرة وبستشهد بكلام الشيخ الطيب ان قال كده اتحدى اي حد يجيب لي اية او حديث يوجب الزواج الثاني فانا عايز اقول لحضرتك ربنا قال فانكحوا فانا عايزين نديها نصيحة النكاح الثاني لا يجوز الا من امهات اليتامة حتى نقصد ونحقق القسط طيب انا اكلم حضرتك انا اقول لحضرتكو استاذ فاتحي لا يعني مش نقدر نصل الى هذه الحال ولكن النكاح الثاني له شروط وله ضوابط وله معايير وهذه الضوابط والمعايير لابد ان تتوفر ولابد ان يكون لها سبب لكن لا نستطيع باي شكل من اشكال ان احنا نقول ان احنا نقيد النكاح الثاني في امهات اليتامة فاذا ما كانتش في امهات يتامة فالنكاح الثاني لا فواحد مثلا زوجته هي اللي قالت له روح تزوج لاننا مريضة واننا في الحقيقة طبعا انا بقول ان الناس كل مكان بينها حالة من حالات جبر الخواطر وعدم كسر الخواطر والحفاظ على والحفاظ على على الزوجات والحفاظ على خواطره على خواطره فالامر دوت هو دات من حسن العشرة وما لإيه لا يفضل من حسن العشرة اذا ما كانتش الزوج يتوقف عن كسر خاطر زوجته لكن لا نستطيع النص لا يساعد على ان الزواج انما يكون من امهات اليتامة يعني الجزء نعم اذا وعشان كده في الاية فانكيحوا ما طاب لكم من النساء فمش هينفع خالص ان احنا نقيده في امهات اليتامة لا خالص احنا عندنا كلام واضح ودقيق ورصين احنا عندنا ان الزواج التاني له شروط لو شروط يبقى فيه حالات بيكون فيها الجواز التاني بشكل واضح طيب الحالات اللي بيكون فيها الزواج التاني والشروط اللي هي متطلبة في الزواج التاني بتخلينا نعمل ايه؟ بتخلينا نركز في جوازنا ونحافظ عليه ونشتغل في مسألة الإرشاد الزواجي ونشتغل في الإصلاح الزواجي ولأن الإصلاح ما بين الزوجين سواء اللي هيعملوا ده الأزواج أو هيعملوا غيرهم ده من أفضل المثوبة ومن أفضل الأعمال الصالحة يبقى بلاش نيجي نقول الكلام ده عشان احنا نخلي الناس ما تروحش وبعدين مين قال ان احنا عندنا يجوز ان الفتاوى عندها 16 سنة أو شيء من هذا تروح تتجوز احنا ما عندناش ده احنا عندنا سن قانون اللي جواز لابد من الالتزام به وما ينفعش نتزوج خارج هذا السن القانون فإذا المسألة واضحة مش محتاجة ان احنا نتكلف لده سبب من أسباب التحريم أو شكل من أشكال التحريم من ان المسألة واضحة ما عندنا من ضوابط في الشريعة تمنع الرجل من أن يكسر خاطر الزوجة فما عندنا من ضوابط يحافظ على كرامة الزوجة الأولى ما عندنا من ضوابط يحافظ عليها من ألا تظلم يحافظ عليها من ألا يسائلها معنا السيدة محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الواقات كل عام وحضرتك بخير أهلا وسلام بحضريك فانت أهلا بحضرتك والله يا دكتور معاليش شناص فحضرك والسؤال ده أنا كنت قلت لحضرك من فترة أنا كنت وقعت في زنب كذا يعني مينمت سنة فطلبت من ربنا سبحانه وتعالى يخسر لي ويسمحني وكذا فالزنب ده كان سبب في تأثير أن أنا أسيب محلي وكذا فالمشكلة دي يعني دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى حلها لي فأنا رأيت محل تاني بس في نفس المنطقة جنب المحل نفسه بس الناس اللي هي أذتني وساعدت في أزايا من بعد الزنب دوت يعني بحيث أنهم بيبصروا وبيتحقوا علي فرحانين في إيا أن أنا سبت المحل وهم انتصروا علي بس دايماً لما بشوفهم بقول الله مدرب الظالمين أبالظالمين واخرجني من بين أديهم سالمين وبعاية حرقة وصعبان علي نفسه دايماً بقول حزبي الله ونعم الوكيل فدايماً بقول ربنا سبحانه وتعالى في سجدتي يا رب أنت حرمت الظلم على نفسك فأنت قادر تنصرني وترد الظلم عني فعايز أعرف إيه السيغة المعينة أن أطلب من ربنا سبحانه وتعالى أنه ينصرني على من ظلمني ويسمحني على تكسيري في حقه لأنه تكسيري في حقه وفي طاعته هو اللي وقعني في الزنب ده وأنه أنا نسيته في بعض الأحيان طيب خلينا أقول لك محمد بس إحنا عايزين نبقى واضحين في مسألة بتبقى واضحة عندنا في مسألة الزنب اللي نحن فعلناها وخلاص تبنا إلى الله سبحانه وتعالى إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى غفر لنا وانتهت المسألة مسألة أن فيه ناس بتتعمد إيذاء الناس وظلم الناس فالله سبحانه وتعالى بيحذر الناس وبيكلمهم على أن ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبين هذا يبين أن الظلمة ظلمة يوم القيامة مش بس ظلمات يوم القيامة فقط لا حضرت النبي بيحذر كمان الظالم واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب والله سبحانه وتعالى يخاطب دعوة المظلوم ولا أنصرنك ولو بعد حين فكل ده يخليك مطمئنة طب إنه هم بيتحاكوا بقى وإنه هم بيعملوا كده وبيبينوا إنه هم انتصروا ده لإنه هم في الحقيقة عايزين يهربوا من أي شكل من أشكال وغز الضمير على إنه هم أزوكي أو إنه هم ظلموكي فلذلك أنت خليك يسابت إنه أنت عندك مدد ربنا وعندك فضل ربنا أي صيغة أنت هتدعي بيها وخاصة لو الصيغة سبقها الصلاة على حضرت النبي ليه؟ لأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب فلذلك ادعي الله سبحانه وتعالى بما جرى على قلبك وما جرى على قلبك وأصدق طريقة للوصول للإجابة إن شاء الله فلذلك حسيني بس ظنك بالله سبحانه وتعالى وما تلتفتيش للهو ما بيعملوه ده مش ممكن أبدا تخلي حياتك موقوفة على ابتسامة على دحكة سخيفة ومليانة ظلمة ومليانة ولا عزب الله كراهية وتخلي حياتك تتغير بهذه الطريقة اتوكل على الله وانت في حمى الله وفي رعاية الله والله سبحانه وتعالى يحميك وإحفاظك من كل مكروه وسوء وإحنا ندعي لك إحنا كلنا ونرفع إيدينا إن ربنا سبحانه وتعالى يحفظك ويقبل تبتك وينزل عليك مدده سبحانه وتعالى فتجد في قلبك سمود وصلابة وتجد في قلبك ثبات لا يتأثر بما يفعله هؤلاء معك وتكون في عاون الله سبحانه وتعالى وفي لطفه وفي عطفه وفي حنانه فلا يصل إليك مكروه مسيء ولا ظلم ولا أزى مؤذي يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعلها في حسنك وجودك وفضلك يا أرحم الراحمين يا سادة احنا النهاردة تكلمنا على مسألة قد لا التفت إليها كثير من الأزواج والزوجات بتوصل الناس إلى كم من تعجيل مسائل الطلاق بدون ما ندري يا سادة خلينا أكثر يقظة خلينا أكثر حرصا على الكلام الطيب خلينا أكثر يقظة عن أن احنا نفضل أولويبين من بعض خلينا أكثر يقظة على أن احنا نرفع من قيمة الحوار خلينا أكثر يقظة على أن احنا نمتنع عن الكلام المسيء ولا الكلام الجارح من وقت للتاني إذا قلت كلمة والكلمة دي حسيت أن هي جرحت شريك حياتك اعتذر الاعتذار مش هيكون سيء ولكن الاعتذار ده هيكون جبر للخاطر ومح للأثر السلبي لهذه الكلمات يا ربك عننا فينا من القوة وفينا من العزيمة وفينا من اليقين من مددك أنك ستساعدنا على أن نمح كل التركمات من قلوب شركاء حياتنا حتى نكون من أهل الطيب والطيبة الذين تحبهم يا رب العالمين اللهم طيب قلوبنا فنطيب قلوب شركاء حياتنا لأننا نريد أن ندخل في ساحتك يا طيب ونعلم أنك طيب لا تقبل إلا طيبة فاجعلنا من الطيبين المطيبين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين